لما كان ترامب رئيس أمريكا كان في زيارة للصين والرئيس الصيني بيوري المناطق التاريخية هناك فترامب قال له يعني أنتو عمر الحضارة بتاعتكو 5000 سنة فالرئيس الصيني قال له أيوة إحنا عندنا تاريخ مسجل باللغة الصينية عمره 3000 سنة فترامب قال له أيوة بس الحضارة المصرية عمرها 8000 سنة وهي الأقدم في العالم فالرئيس الصيني قال له دانتي والشيك نور لما مات أو بطارية أخرى قال له بس إحنا الحضارة بتاعتنا متصلة ومستمرة معلوماتنا كمصريين أن الحضارة المصرية 7000 سنة بس الألف سنة زيادة دول جم منين إحنا بقى نروح نسأل دكتور زاهي حواس علامات هيرغولفية بتؤكد أن عمر الحضارة المصرية بيعود إلى 3200 سنة أي أكثر من 5000 سنة طبعا مش محتاج أشرح إن قلبي الصغير اللي لا يتحمل الرقم ده أصغر منه كان فيه بروفيسور في جامعة بنسلفينيا عامل كورس كامل عن الهيرغولفية قال فيه إن الهيرغولفية فعلا زهرت في مصر سنة 3200 قبل الميلاد لكنه أكد إن الهيرغولفية مش أول شكل للكتابة ظهر في مصر القديمة والشكل الأول للكتابة ظهر في الجلف الكبير من 8000 سنة يعني 99 وتسعة من عشرة من عمر الحضارات كلها ما فيهاش كتابة فحضارة محلية 11 ألف سنة وألفين ميلاديين وبقى إحنا عندنا 13 ألف سنة حضارة مصرية محلية متشربة بالطبع مني ترجمة نانسي قنقر